السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه? ربكم بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نستعرض على حضراتكم ازاي نحمل نسخة ويندوز حداشر اللي تي اس تي سي آآ نسخة مخففة اللي عملها آآ موقع ميكروسوفت النسخة دي نسخة قوية جدا نسخة خفيفة جدا على اي جهاز تشتغل على جميع الاجهزة حتى الاجهزة غير المدعومة طبعا كنا عارفين قبل كده ان نسخة ويندوز حداشر لا تعمل الا على بعض من الاجهزة اللي بتوفر فيها شريحة امان وشريحة بالاضافة ان هي لازم ما يكونش الا عن الجيل التامن لكن آآ ميكروسوفت استطاعت ان هي توفر على الموقع بتاعها نسخة خفيفة تعمل على جميع الاجهزة نسخة قوية جدا كل تطبيقات اللي كانت بتستهلك الرامات والمعالج تم ايقاف تشغيلها بحيث ان هي تعمل على اضعف الاجهزة لو كان الجهاز بتاعك بداية من آآ واحد جيجا هيرتز البرسيسور بتاعه والرام اتنين جيجا فما فوق وآآ مساحة الهارد ديسك بتاعك آآ ستاشر جيجا فما فوق فالنسخة تعمل بكفاءة وببساطة وبسرعة كبيرة جدا كمان بالاضافة ان هي آآ يعني سريع جدا في الالعاب طيب هنحمل النسخة دي مع بعض ازاي لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معايا الفيديو للنهاية الخطوة الاولى اللي احنا هنعملها عشان نحمل النسخة الجبارة ديت ان احنا هنفتح المتصفح بتاعنا ونجي في خانة البحث اللي موجودة من فوق ديت نضع الرابط ده لسك وان شاء الله انا هترك ليك الرابط ده في قلب سندوق الوصف بتاع الفيديو تضغط على انتر وتنتظر لحديد ما يتم فتح الموقع بتاع ميكروسوفت عشان نحمل النسخة زي ما حضركوا شايف كده النسخة اسمها ويندوز حدواشر انتربرايز اللي تي اس سي سي طيب هنعمل ايه كل اللي احنا نعمله هننزل تحت ونضغط على اللي هو ده واللود ويندوز حدواشر انتربرايز اللي تي اس سي سي تضغط ضغطة واحدة هتفتح معك صفحة جديدة تمام كده هيبدأ هنا يظهر عندك آآ نسختين النسخة الاولانية ديت لو كان المعالج بتاعك انتل او اي ام دي اما لو كان المعالج بتاعك اي ار ام اربعة وستين هتاخد النسخة اللي تحت طبعا لان المعالج بتاعي انتل فانا هضغط على اللي هو الخيار الاول تمام اضغط وانتظر لحديث ما تبدأ عملية الدول لود زي ما حضراتك شايف كده بدأت عملية الدول لود للنسخة هي مساحية طبعا اربعة جيجا وشوية طبعا انا هوقف التحميل لان انا سبق ان انا حملت النسخة دي من قبل كده كل اللي انت هتعمله هتحملها عادي خالص وبعد ما هتحملها هتحرقها على فلاشة تبدأ تسطبها على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك حتى لو كان جهاز الكمبيوتر بتاعك لا يدعم آآ نسخة ويندوز حداشر لكن هي تجربة جيدة جدا لك هتستمتع بكل المزايا والخصائص اللي موجودة في ويندوز حداشر حتى لو كان الجهاز لا يدعم ويندوز حداشر وفي نفس الوقت نسخة قوية جدا خفيفة جدا فيها امان عالي بدرجة عالية لان اللي نصممها هو شركة طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنساش طبعا ان انت تتعامنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته